بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنكمل الجزء الخاص بالتراي أكسيال تيست وإزاي نطلع الشير برامترز بتاعة الصويل قبل ما نجيب الشير برامترز بتاعة الصويل لازم نعرف إن فيه 3 أنواع من أنواع التراي أكسيال تيست خلي بالك إن التراي أكسيال تيست هو بيتم على مرحلتين مرحلة اللي أنت حاطت فيها اللي هي السيجما 3 ومرحلة تانية لما بتبتدي تضغط بسيجما ديفياتور لحد ما بيحصل إيه ينهار فعلى حساس المرحلتين دولت بنتكلم إن إحنا عندنا فيه 3 أنواع من التجارب في عندي حاجة اسمها اليو يو تيست اللي هو الان كونسولوديتد اندرين تيست وفيه الكنسولوديتد عن درين تيست اللي هو السي يو وفيه السي دي أو الكنسولوديتد درين تيست الفكرة بتوع أي تجربة من دولة فكرة بسيطة خالص إن إنت عندك العينة بتاعتك بيبقى خارج منها مصورة كده وفيه هنا سمام فيه فالف هنا لو أنت قافل الفلف ده وبتضغط على العينة هنا إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن فيها مية فالمية عايزة تخرج لو أنت ضغطت على العينة والمية عايزة تخرج وإنت روح تقافل اللي بيحصل إن عندي بقت التجربة في الحالة ديت أندرين يعني ما بسمحش بخروج المية يعني لما أقول كلمة أندرين فالمرحلة الأولينية اللي هي بتاعت سيجما 3 واندرين يعني في المرحلة الثانية الفلف بردك إيه مغلق يبقى مفيش خلاص قافل الفلف في النحيتي أما الكنسولوديتت بقى اندرين لأ ده أنا بعمل الأول الكنسولوديشن اللي هي بسيجما 3 وديت ونفاتح المحبس يعني الفلف مفتوح درينج ألاو ديرينج سيل بريشور أبليكيشن ذين وذوت ألاوينج فورزر درينج انكريز كيبينج مين لحد كيو وتخلي سيجما أر زي ما هي لحد ما يحصل التجربة زي ما عملناها في اليو يو تيست أما السي دي لأ ده أنت بقى فتح المحبس في المرحلتين تعال بقى نجيب الشير برامتر بتاعتنا الشير برامتر زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت إن أنا عندي سيجما 3 و سيجما 1 لتلت عينات أدي سيجما 3 و أدي سيجما 1 و رح ترسم دايرة دايرة مور نصفتها و رسمتها و أدي سيجما 3 و سيجما 1 و رح ترسمها و혹ها كمان هنا نرسمها مدام رسمت الثلاث رسومات دي تبتيدي تعمل مماس كده لما تيجي تعمل المماس دوت لو ق 빨리 المسافة دي يبقى دي سي ولو أست دي يبقى دي اسمها آيه فاي بتاعتنا أدي السي و أدي مين الفاي بتاعتنا واضح كانت ممكن التلات دواير يطلعوا لي كده لما تيجي ترسم تلاقيهم خط كده اقول له اه التربة دي سي لها سي تربة نعمة لها كوهيجن لكن ملهاش انجلوف انترنال فريكش وفي بعض الحالات برضك لما اجر سيمة ادي واحدة ادي اتنين ادي تلاتة لقيه لما تيجي تعمل المماس المماس يطلع لك كده فبقت فيه هنا زاوية اسمها مين فاي لكن السي بتاعتي بكام بصفر في الحالة دي يبقى التربة دي خشنة يبقى على حسب شكل التربة تقدر تطلع السي وتطلع الفاي طبعا الكلام دوت لو مفيش تأثير للبولوتر بريشر لو كفي تأثير للبولوتر بريشر يبقى لازم تستخدم مين التاو داش ولازم تستخدم بقى سيجما تلاتة داش اللي هي بتسوي سيجما تلاتة ناقص يو وسيجما واحد داش اللي هي سيجما واحد ناقص مين اليو اليو برضك بنقسها عن طريق فالف بيطلع لضغط بتاع التربة شكرا